الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأدباعه وأحبابه وعلى كل من التزم بسنته الشريفة واتخذه مثالا وقدوة إلى يوم القيامة عليكم جميعا سلام الله ورحمته وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد اللهم آمين يا رب لا تحرمنا أبدا جميعا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه ولا تحرمنا كذلك من أجل الصلاة والسلام عليه وحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد فبعد يومين من الآن سيعود أبناؤنا وستعود بناتنا إلى الكليات والمعاهد والمعاهد والمدارس معاهد التعليم العالي ومعاهد الأظهر الشريف ومدارس التعليم العام وجامعات التعليم العام أهنيكم جميعا أبنائي وبناتي ببدء العام الدراسي الجديد وكذلك أقدم التهنيات للزملاء الأعزاء وللزميلات الكريمات في محراب العمل العمل الجامعي وفي المدارس والمعاهد الأزهرية أقدم خالص التهنئة للزملاء والزميلات بمقدمي هذا العام الدراسي الجديد سائلني المولى تبارك وتعالى أن يكتب لكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يجعله علينا وعليكم وعلى أبنائنا وبناتنا عام خير وتوفيق ونجاح بإذن الله اللهم آمين أسألك ربي أن توفق أبنائنا وبناتنا في عامهم الدراسي هذا وأن تحقق لهم من النجاح والتوفيق ما نتمناه لهم وما يتمنونه لأنفسهم وأن تبارك فيهم وأن تحفظهم جميعا من كل مكروه وسوء وأن تعين آباءهم وأمهاتهم ليقوم كل بدوره مع أبنائه وبناته في هذه المهمة العظيمة والشاقة مهمة تلقي العلم في المدارس والمعاهد والجامعات لا أكتمكم سرة فأنا أحد السعداء بمقدم هذا العام الدراسي الجديد وببدء العام الدراسي الجديد سعيد للغاية كسعادتي تماما فيما مضى من الزمان عندما كنا نفرح ونحن طلبة كنا نفرح فرحا عظيما باليوم الدراسي الأول ونسعد سعادة غامرة ونحن نتسلم الكتب في يومنا الأول ونعود كذلك إلى ديارنا فرحين للغاية ليحكي كل منا وليقص كل منا على أبويه أهم أحداث اليوم الدراسي الجديد لا شك أنكم جميعا إخوتي وأخواتي تتذكرون الفرحة الكبرى في هذا اليوم المتميز في حياتنا وأقولها وأنا واثق منها ونحن كذلك إلى يومنا هذا نفرح فرحا عظيما باليوم الدراسي الأول حتى ونحن في أروقة الجامعة نستقبل أبناءنا الطلبة وبناتنا ونحن نهنئهم بهذا اليوم المبارك ونحن ندعو لهم بالتوفيق والسداد في عامهم الدراسي هذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم جميعا وأن يكتب لكم التوفيق والسداد ولآبائكم وأمهاتكم كذلك أسأل الله أن يوفق الجميع ليقوم بدوره العظيم في حياة ولده وابنته ليتلقى كل منهما العلم كما يتمنى وكما نتمنى جميعا لأبنائنا وبناتنا أحبتي أريد أن أتحدث عن أمنية غالية كم تحدثت عنها فيما مضى من السنوات السابقة وقدمت رجاء لكل من يستطيع أن يدلي بذلوه ليتحقق لنا ولأبنائنا ولكم جميعا ذلك الأمل العظيم وأن يعود أبناؤنا وأن تعود بناتنا إلى مقاعد الدراسة في الشهادات العامة الشهادات العامة تمثل مشكلة منذ عدة سنوات حيث يمتنع عدد كبير يمتنعون عن الحضور إلى المدرسة معتمدين على الدرس الخصوصي ويحرمون أنفسهم من متعة القلوس على مقعد الدراسة ستة حصص أو أقل أو أكثر في كل يوم والأساتذة من فضل الله موجودون وحاضرون ومستعدون لبذل كل جهد ممكن من أجل أبنائهم وبناتهم ومع ذلك يمتنع طلاب الشهادات العامة عن الحضور بالصورة المرضية وأقول بالصورة المرضية لأستثنية مدارس ومعاهد أزهرية تقوم فيه إدارات تلك المدارس وإدارات هذه المعاهد بجهود عظيمة لإقناع أبنائنا وبناتنا بالمداومة على حضور اليوم الدراسي في المدرسة وفي المعهد نعم والله أذكر إحدى المدارس في مركز أجا ويستحقون أن أذكرهم بالاسم مدرسة صهرجت الصغرى الثانوية في مركز أجا أعلم يقينا بأن أبناءها وبناتها لا يتخلفون يوما واحدا في العام الدراسي عن الحضور إلى المدرسة وينالون شهادة لله ندلي بها أمام رب العالمين وينالون أعلى درجات الاهتمام في الحصة الدرسية وفي دروس أخرى للتقوية تنظمها المدرسة نعم وأزيدكم من الشعر بيتا منذ عامين كانت الطالبة الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة من هذه المدرسة وتستطيعون أن تتوثقوا من ذلك نعم بجهود المدرسة وبدروس التقوية التي تنعاقد في نهاية اليوم الدراسي وبالحصة الدرسية الجادة التي تقدم لهم أقدم لحضراتكم هذه التجربة وحددت لكم اسم المدرسة وأنا فخور وسعيد للغاية بما يجري في هذه المدرسة في هذه المدرسة وفي غيرها من مدارس أخرى في المرحلة الإعدادية أو الشهادة الإعدادية أو الثانوية نعم هناك مدارس وإن كانت قليلة لكنها قائمة ولها ولها إدارات جادة ولها أساليبها في جذب الطلبة والطالبات إلى المدرسة وكذلك الشأن في بعض المعاهد الأزهرية أتحدث الآن عن طلبة وطالبات الشهادات العامة في التعليم العام وفي الأزهر كذلك ولا أتحدث عن مراحل النقل يعني أقول أتمنى من قلبي والله إنها لأمنية غالية تشغالني كثيرا وأتمنى أن يعود أبناؤنا وأبناؤنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة على مدار العام في مراحل النقل وفي الشهادات العامة كذلك يا أبنائي ويا بناتي والله ينتظركم خير كثير ينتظركم خير كثير إذا انتظمتم في دراستكم وعدتم إلى مقاعدكم على مدار اليوم الدراسي وعلى مدار العام الدراسي كذلك بفصليه الأول والثاني النتائج ستكون أفضل نعم ستكون أفضل وهذا الأستاذ الذي يدرس لكم الدرس الخصوصي لن يبخل عليكم أبدا في الفصل الدراسي بالمدرسة وبدلا من حصة واحدة أو اثنتين في الأسبوع سيقف أمامكم طوال الأسبوع فيما يقرب من ساعة وهو يشرح ويعيد وكلما طلبتم منه أن يوضح سيوضح ويعيد لكم حتى تستقر الأمور وحتى تفهموا تماما درسكم بإذن الله أقدد الثقة في أعضاء هي التدريس على كل المستويات وأشكر للجميع جهده وأسأل الله للجميع كذلك على كل المستويات أن يكتب رب العالمين لهم التوفيق والسداد وأن يأجرهم خيرا عما يقدمون لأبنائنا وبنتنا في مختلف المراحل التعليمية وأبشر هؤلاء المخلصين وهؤلاء المخلصات أبشرهم أن الله تبارك وتعالى مقابل هذه الجهود المخلصة سيبارك في أبنائهم وسيكتب لأبنائهم التوفيق والنجاح كما يتمنون وكما نتمنى لهم جميعا نعم وبالتفكر القليل والتأمل في أحوال وأبناء المدرسين والمدرسات بالذات ربنا تبارك وتعالى خذوها عني وفكروا وتأملوا واسألوا سترونها حقيقة إن شاء الله أبناء المدرسين والمدرسات يتولاهم ربنا الكريم بفضله وكرمه ويكتبوا لهم توفيقا وتميزا ويلتحقون دائما يلتحقون بالكليات التي يفضلون أو التي يتمنونها هذا بفضل الإخلاص والجهود التي يبذلها آباؤهم وأمهاتهم مع أبنائنا وبناتنا لا يضيع جهدهم أبدا ويبارك الله لهم في أبنائهم وبناتهم بما قدموه من الجهود المخلصة على مدار العام الدراسي أعود فأكرر هذه الأمنية والرجاء وأنا أسأل الله عز وجل أن ننجح هذا العام في قذب أبنائنا وبناتنا من طلبة وطالبات الشهادات العامة على وجه الخصوص أقدد الرجاء والأمل وأسأل الله عز وجل أن يهدي أبنائنا وبناتنا ليحققوا الفوائد المرجوة على مدار العام الدراسي من خلال دراسة جادة منتظمة في المدرسة وفي المعهد نعم وأنا أثق كذلك أن السادة المدرسين والسيدات المدرسات الفضليات سيرحبون جميعا بأبنائهم وبناتهم في المدرسة والمعهد من طلبة وطالبات الشهادات العامة على كل المستويات وستكون بإذن الله دراسة جادة ومفيدة نعم ومفيدة قلت منذ قليل بدلا من أن يكون أستاذ الدرس الخصوصي معكم يومين في المادة على مدار الأسبوع سيقف أمامكم طوال الأسبوع وهو حريص بإذن الله كل الحرص أن يقدم لكم حصة درسية في غاية الجدية بإذن الله وستخرجون راضين تماما عما قدم لكم وأنتم سعداء هذه هي الدراسة الطبيعية كنا أبناء وبناتي من قبلكم لا نتخلف لا نتخلف يوما واحدا عن المعهد الديني وعن المدرسة الإعدادية أو الثانوية لا نتخلف يوما واحدا من فضل الله ولذلك يسر الله لنا يسر الله لنا أمورنا وكتب لكل منا التوفيق والسداد على أعلى المستويات من فضل الله تبارك وتعالى والقضية ليست قضية معلومة في الكتاب وفقط لا الأمر أعظم وأكبر من ذلك الأمر تربية تربية من والد أو من مدرس في مقام الوالد أو من مدرس في مقام الوالدة يحرص كل منهما على تقديم القيم الأخلاقية وتقديم المثل العليا لأبنائنا وبناتنا على مدار الأسبوع ويعالج كل منهما ما يراه من إعوجاج سلوكي طرأ على أحد التلاميذ أو إحدى تلميذات يتقدم المعلم بشهامة ويحرص كل الحرص على ما طرأ من سلوك معوج من أحد التلاميذ ويظل يراقبه ويتحدث إليه ويستدعيه بين الحصص ليسأله عن سر هذا السلوك الذي لم نره منه قبل ذلك المعلم ينشغل بما يراه كما قلت من سلوك غير أخلاقي يصدر عن أحد التلاميذ أثناء اليوم الدراسي يشغله هذا الأمر ويظل يقدم النصائح والتوجهات حتى يعود ولده التلميذ حتى يعود التلميذ إلى ما كان عليه من السلوك القويم المعلم ينظر إلى التلميذ على أنه ولده وهو كذلك ويفرح كثيرا بما يحققه التلميذ من التقدم المضطرد والتفوق وكأن ولده الذي خرج من صلبه كأن هذا التفوق لولده هو المعلمون يسعدون وكذلك المعلمات الابتعاد عن المدرسة يسبب التراجع الأخلاقي نعم الاكتفاء بالدرس الخصوصي خسارة أخلاقية حدثوا عنها ولا حرج نعم معظم اليوم يمضيه الولد في الشارع ويحتك بالشارع ومن في الشارع حتى يحين موعد الدرس المهم على مدار اليوم نجده أحيانا قد يجلس على المقاه انتظارا لوقت الدرس ومدام جلس على المقهى كل شيء محتمل فيما يتعلق بالمشاريب والتدخين وما إلى ذلك بينما تحفظه المدرسة في اليوم الدرسي الكامل تحفظه من ذلك كله ويعود إلى بيته وهو سعيد بالعودة وفرح بما تحقق من التوفيق الدرسي في يومه هذا لذلك أنبه إخواني الأعزاء وأقول الابتعاد عن المدرسة خيبة وخسران مبين في مجال الأخلاق لأن الولد يضطر على مدار اليوم إلى القلوس في أماكن ربما لا تليق به كطالب علم ويحتك بأبناء الشوارع وربما جاراهم فيما يفعلون حتى تحين ساعة الدرس فينطلق إلى درسه وهو مجهد تماما بما مارسه من اللعب ومن سلوكيات كما قلت يكتسبها من الشارع وكنا في غنى عن ذلك كله خسارة فادحة الابتعاد عن اليوم الدراسي الكامل في المدرسة خسران مبين وبخاصة في الجوانب الأخلاقية أعود فأسأل الله تبارك وتعالى ونحن نبدأ عاما دراسيا جديدا أن يتميز ذلك العام بإذن الله بعودة أبنائنا وبناتنا من طلبة وطالبات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية بالذات أرجو أن يعود الجميع إلى مقاعد الدراسة وأن يستفيدوا من وجود السادة المعلمين والسيدات المعلمات على مدار اليوم الدراسي الكامل ويستطيع إخواننا الرواد الذين يخططون يستطيع إخواننا في مواقع المسؤولية على كل المستويات سيجدون من الأساليب ما يعيد أبنائنا إلى المدرسة أساليب كثيرة يمكن اللجوء إليها هم يعرفون ماذا أقصد بهذه الأساليب وكلها كلها أساليب طربوية علمية ستعيد أبنائنا إن شاء الله إلى دراسة حقيقية على مدار الأسبوع الكامل لن أقترح على المسؤولين فأنا واثق أنهم مشغولون بهذا الأمر المهم وبأنهم يتمنون من قلوبهم جميعا هذا الذي أبديته في بداية هذا الدرس وقلت لدي أمنية غالية تخالجني منذ سنوات أن يعود طلاب الشهادة الشهادات العامة إلى مقاعد الدراسة على مدار الأسبوع واليوم الدراسي الكامل أقول هذه الأمنية ليست عندي فقط وإنما عند القيادات التربوية والتعليمية سواء في التعليم العام أو في الأزهر الشريف كلهم لا شك مشغولون بذلك وكلهم يتمنون أن ينجحوا في هذه المهمة الصعبة التي إذا تحققت هذا العام إن شاء الله ولو بشكل نسبي بإذن الله سنوفق تماما في العام القادم وفي الأعوام القادمة إن شاء الله أسأل الله عز وجل للقيادات الطربوية والتعليمية التوفيق في مهامهم العظيمة وأن يتحقق لأبنائنا وبناتنا من الخير ما نتمناه وما يتمنونه لأنفسهم أنبه إلى أمر مهم من كذلك وهو إظهار الجدية الكاملة في الحصة الدرسية نعم الجدية في اللغة في اللغة العربية الفصيحة السليمة التي يتحدث بها الأستاذ وتتحدث بها المعلمة الفاضلة أقول يمكن أن يتحقق ذلك وأن نؤدي الدرس بالكامل بنغة عربية سليمة جادة بإذن الله لو وضعنا هذا في الاعتبار واهتممنا به إن شاء الله ستستقيم أل سنتنا نعم ولن نجد مشقة أبدا لن نجد مشقة في مخاطبة الطلب والطالبات بهذه اللغة العربية السليمة التي تكسب الدرس جدية نعم وتنعكس هذه الجدية على التلاميذ والتلميذات فيحسن الجميع الإنصات للمعلم وللمعلمة نعم والله الفرق شاسع جدا بالتجربة بالتجربة الحمد لله مارسنا التعليم في كل المراحل وعندما قدمنا درسنا بهذا الأسلوب العربي الرصين السليم الفصيح الصحيح وجدنا اهتماما متميزا ووجدنا متابعة جادة من قبل التلاميذ وفي ذات الوقت تعلمون أيها السادة الكرام وأنا أخوكم تعلمون بأن اللغة الفصيحة هي الأكثر قدرة على الوصول إلى المعاني المراد أن نصدرها إلى المتلق يعني ستسعفني اللغة العربية الفصيحة في توصيل المعنى مهما كان دقيقا اللغة العربية الفصيحة ستسعفني في الوصول أو في توصيل المعنى إلى التلميذ نعم دفضلا عن جدية العطاء ستنعكس خيرا خيرا على أبنائنا وبناتنا بل أقول سيحسن الولد تقدير أستاذه وسينظر إليه بكامل قيمته نعم سيزداد احترامه وتقديره للمعلم الحريص على لغة الخطاب الصحيحة الفصيحة كل هذا بالتجربة واضح أمامنا تماما تماما لست في حاجة إلى أدلة تؤكد صحة ما ذهبت إليه هذا كلام ما رسناه من عشرات السنين ووجدنا أن اللغة الفصيحة المستخدمة في خطاب التلاميذ تزيد تزيد الحصة الدرسية جدية ويزداد اهتمام الولد في المتابعة ويزداد احترام الولد لأستاذه ويحسن الإنصاط إليه كل هذا مؤكد إن شاء الله فهذه وصية ذهبية أسأل الله عز وجل أن تلقى من إخواني وأخواتي اهتماما ونحن نبدأ عامنا الدراسي هذا وأعود فأهنئ الجميع بمقدم العام الدراسي الجديد وهو على الأبواب وهو بعد يومين من الآن إن شاء الله تفرحون جميعا وتسعدون به بإذن الله وأسأل الله أن يجازيكم أيها المعلمون وأيتها المعلمات أن يجازيكم خيرا جميعا عن كل جهد تبذلونه مع أبنائنا وبناتنا وأن يبارك لكم في أبنائكم وبناتكم وأن يكتب لهم ولنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته